السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله رب العالمين راح يكون موضوعنا موضوع مهم جدا 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 وهو بعنوان أربعة بيوت لا تدخلها الملائكة احرص أن لا تكون بيتك من هذه البيوت إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم لك الحمد وحمدا كثيرا مباركا طيبا فيه نحمدك ونستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين بيوت لا تدخلها الملائكة انتبه أن يكون بيتك منهم نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدخول إلى بعض البيوت ولكن أي بيوت إنها البيوت التي لا تدخلها الملائكة والتي تسكنها الشياطين وبالتالي لا تحصل فيها البركة أبدا يوجد بعض الأحاديث النبوية التي تحذرنا من الأمور التي تبعد الملائكة عن بيوتنا الآن إليكم بعض تلك الأمور مع الأدلة المثبتة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في بيوت لا تدخلها الملائكة بيت لا تدخله الملائكة فيه صورة هذا رقم واحد عن بصر ابن سعيد عن زيد ابن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بصر ثم اشتكى زيد فعدنا فإذا على بابه ستر في صورة فقلت لعبد الله الخلاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصورة في اليوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعوا حين قال إلا رقما في ثوب رواه البخاري ومسلم وأبو داود كما يوجد دليل آخر عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير رواه النسائي قال الشيخ الألباني صعية فنقصد هنا بالتصاوير يعني صورة إنسان صورة إنسان فيه روح أي شيء فيه روح صورة إنسان أو حيوان عزكم الله هذه فيها فيه روح فهذه ممنوع أو حتى لا تدخل فيها الملائكة لأنها تمثل روح الإنسان أو تدخل ذلك الحيوان كما نستعرض لكم دليل آخر عن أبي رضي الله عنه أستاذنا جبريل عليه السلام عن أبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف أدخل في بيتك سطر فيه تصاوير فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعلها بساطا يطأ فيه معشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير رواه النسائي قال الشيخ الألباني صحيح بيوت لا تدخلها الملائكة فيها تماثيل أيضا أيضا بيوت لا تدخلها الملائكة وهي التي يوجد فيها التماثيل وليكم أعزائي بعض الأدلة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في تماثيل أو صورة رواه أحمد والترمذي في الصحية ثالثا بيوت لا تدخلها الملائكة فيها كلاب أيضا بيوت لا تدخلها الملائكة التي يوجد فيها الكلاب والسبب الرئيسي نجاسة لعابه للأسف في يومنا الحالي قليل أن تجد بيوتا لا تربي الكلاب على الرغم من نجاسته المغلظة والآن تأتي الأدلة ولكن قبل ذلك نقول لكم بنسبة لكلب الحراسة الموجود ليس في داخل البيت وإنما في خارج البيت يعني رجل عندهم مزرعة بخاف على مثلا على أغنامه بخاف على زراطه للحراسة فهذا مسموح أما الكلب الذي يربى داخل البيت يأكل مع الناس وينام معهم في سريرهم ومثل هذه الأمور فهذا لا تدخل الملائكة وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بيوت هذا البيت لا تدخله الملائكة وليكم الأدلة عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا في كلب أو صورة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وفي رواية لمسلم لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا تمثيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت قد أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا كان في باب البيت تمثال الرجال وكان في البيت قرام سطر فيه التماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في الباب فليقطع ويصير كهيئة الشجرة ومر بالسطر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن توطآن بالأحذية ومر بالكلب فيخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسين أو الحسن تحت نضض له فأمر به فخرج رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح وابن حيان فيه صحيحي قال الألباني صحيح كما أوضح الإمام النووي الأمر حيث قال قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه الصورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهار خلق الله تعالى وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله للنجاسات ولأن بعضها يسمى شيطاناً كما جاء به الحديث والملائكة ضد الشياطين وأيضاً لقبح رائحة الكلب كما أن الملائكة تكره الرائحة الكريهة ولأنها تنهى عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها أذى الشيطان رحمه الله تعالى كما أنه قال في هذا الموضوع وأما هؤلاء الملائكة لا يدخلون بيتاً في كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم أمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها رقم أربعة بيوت لا تدخلها الملائكة فيها أجراس عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل بصوت لا تدخل علي إلا أن تقطعوا جلاجلها الجلاجل التي توضع في الأذن أو في الأنف أو في الرجل هذه الجلاجل التي هي صوت أو أعزاكم الله كلاب أو قطط فيها على على علقها أجراس هذا لا تدخل ملائك أما بالنسبة لجرس البيت فهذا مسموح لكي تسمع الناس من بالخارج كما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدخل ملائكة لا تدخل ملائكة بيتا فيه جرس رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني حسن عن أمه سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس رواه النسائي وقال الشيخ الألباني حسن وعن أبي وعن أم حبيبة عن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملاكة رفقة فيها جرس رواء أبو دهود والشيخ الألباني وهناك أيضا بيت آخر لا تدخل فيه الملاكة وهو رقم أربعة أنا أتأسف لكم هذا هو رقم أربعة بنسبة للتمثيل والصور هو رقم واحد بيوت لا تدخلها الملاكة فيها بول منتقع أو حتى البيوت التي لا يوجد فيها رائحة كريهة وفي حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ألا يذب المصلي إلى المسجد وفيه وفي فثمه راحة البصل أو الثوم عن أبي بكر بن ماعز قال سمعته عبد الله بن يزيد يحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في التصد في البيت فإن الملاكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبول في مغتسلك ضواء طبالي في الأوسط بإسناد الحسن والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الشيخ الألباني صحيح نقول لكم هذا صحيح الألباني وتلميذي وغيرهم والحاكم وغيرهم والشيخان المخير والسلم لكي نؤكد لكم بأن هذه الحديث صحيح عن جسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذرك لنا الطالق الحمودي فائدة في مقال له بعنوان تحيير القول في معنى حديث لا تدخل الملاكة بيتا فيه بول حيث قال وحديث عن عبد الله بن زايد مخالف بظاهرة لما رواه أبو دهود عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة بنت رقيقة عن أمها أنا قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قضح من عداني تحت سليلة يبول فيه بالليل رواه أبو دهود بنساي وقال الشيخ الألباني صعية والجواب كما في حاشية الصيوط عن النسائي وقصص وفيض القدير القدير للمناوي إنه لعل المرادة بانتقاعه طول مكث يعني المدة الطويلة يعني تبقى هذا البول منقوع منمد في سطل أو في دلو أو في شيء منمد أطول فتطلع رواحة كريهة فالملاكة لا تدخل هذا البيت الذي فيه رواحة كريهة وأيضا البولة غير نظيفة النساء أو الأولاد الذين لا ينظفون بيتهم هذا بيت لا تدخلوا في الملائكة وذهب مغلطاي إلى طريقة أخرى في الجمع فنقل عن السيوطين في حاشية عن النسائي أنه يحتمل أن يكون أراد كثرة النجاسة في البيت بخلاف القدح فإنه لا يحصل به نجاسة لمكان آخر واختار المناومة وموافقته منه كما الولي العراقي كما كل إن هذا كان قبل اتخاذ الكنف في البيوت فلا يمكن التباعد بليل المشقة أما بعد اتخاذها فكان يغضى حاجته فيها ليلة ونهارا وظهر لي بعد هذا أمر آخر لعله يكون قريبا أيضا وهو أنهم ذكروا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن بوله طاهر أن بول رسول صلى الله عليه وسلم طاهر فيكون اتخاذه طصد للبول خاصا به عليه الصلاة والسلام والنهي عام في أمتي وأيضا الملاكة لا تصحب رفقة فيها جلد النمر طيب لا نعرف ليش يقول عن أبي هرائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر وقال الشيخ الألباني صعية طيب هناك ثلاثة أشياء لا تقربهم الملائكة عن عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقرب الملائكة جيفة الكافر والمتصمح بالخلوق جيفة الكافر والمتصمح بالخلوق في رواية بالزعفران والجنوب إلا أن يتوضأ رواه أبو داود وقال الشيخ حسن ويقصد بالخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمراء والصفراء ولقد نهى عنه لأنه من طيب النساء كما في النهاية إلى هنا أعزائي المشاهدين والمتابعين الكرام نقول لكم بأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيوتا أربعة أو خمسة أو ستة وهذه تكون واضحة للعيان لكل الناس تكون واضحة أن هذه البيوت لا تدخلها الملائكة كما ذكرنا سابقا بيت فيه كلب بيت فيه صورة أو تمثال بيت فيه نجاسة لا تدخل الملائكة وأيضا أضيف على ذلك ونشرح ذلك في فيديو آخر بيت لا تدخله الملائكة البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن وخاصة سورة البقرة ويتطلد الشياطين والملائكة تدخل بيوت التي يكون فيها جلسات ذكر وقراءة القرآن الكريم ويجب على الآباء والأمهات أن يقرأوا القرآن أمام أولادهم لكي ينشأوا تنشئة حسنة اللهم رب زدني علما وانفعني به اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيب رسول الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدي وحبيبي وقائدي ومعلمي وولي محمد رسول الله اللهم لك الحمد كما يبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يا رب العالمين اللهم اشفي كل مريد يتألم شفاءا لا يغادر سقما يا رب العالمين واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته